أخلي طلبتني المرة اللي فاتت علاء سجيل متعلق بنتاعة الحرائق بصوته أسمعوه أيها الجزائريون والجزائريات أسمعوه تكلم عن الحرائق قبل ما تحترق منطقة القبائل أسمعوه يؤصفني ويحزنني أن أقول هذا الخبر ونتمنى يا ربي ما يكونش صحيح نتمنى يا ربي ما يكونش صحيح لكن سجلوا علي يقولوا أنه ابن سديرة قالوا في ثلاثة جوان 2021 سجلوا عليه الصائفة القادمة يا ربي يكون الخبر مش صحيح الصائفة القادمة ستشهد مجموعة من الحرائق في الغابات بشكل مخطط ومنهج ودقيق جدا ودقيق جدا سمعتوه سمعتوه يا الجزائريون والجزائريات حرائق ستشهدها المنطقة بشكل مخطط وممنهج ودقيق هو المعلومات وش يقول يقول باللي راهم قالولو عنده معلومات جاتوا من المخزن ذو كنت هذا الإنسان اللي راهه ذرك هو واصل بالمنطق برك هذا الإنسان اللي راهه واصل وراه عنده معلومات وراه علاقة عنده علاقة بأجهزة الدولة المفترض هو أنه في المنطقة منطقة القبائل وفي مناطق أخرى ونصرات هذه الحرائق المفترض هو أنه هذه الأجهزة التي تتحرك ويفيتيهم هذه الخسائر المادية صار نحن نشوفوه في أبناء الجيش الوطني الشعبي يتحرقوا وش معنتها؟ معنتها باللي ما يسمعوا لوش ولا؟ لا معنتها باللي اللي جماع انتوا كانوا هما يهيئوا في الرأي العام باش غدوة لما تصرى هذه الحرائق يخيقون لكم راهو ذك هذا السيد راهو عنده معلومات دقيقة يعقوا لهما بعض الأشياء اللي راه مرحين يديروها باش من بعد قال هاهو راهو عنده المصداقية فهمتوا؟ بلسانه بلسانه يدينه ومن بعد غدوة لما تجي المحكمة يلا سلك رأحك بالمعلومات الدقيقة وبالمخطط هذا المنهجي والدقيق جيبوا غدوة قدام المحكمة سلك رأحك وسلك الجمعة اللي معاك